دولواسياً دانت المملكة العربية السعودية الشقيقة السمرار السهداف ميليشيا الحوث الإرهابية للأعيان المدنية وللمنشآت الاقتصادية في بلادنا وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن ذلك السهداف يؤكد نهج الميليشيا المستمر على زيادة معاناة الشعب اليمني ورفضها الدائم للجهود والمبادرات الدولية كافة مع سمرارها في السهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات ممرات الطاقة العالمية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التامع الجمهورية اليمنية مؤكدة موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوث الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة كما أكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني وأهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق السلام المستدام في اليمن